بيان للرأي العام باسم وجهاء وشيوخ العشار في محافظة الرقة وريفها وبعد متابعة الأحداث والتطورات الأخيرة على الساحة السورية والتهديدات التركية على السيادة السورية نبين للرأي العام بأن قوات سوريا الديمقراطية هي التي حمت وحررت الأراضي السورية من الإرهاب التكفيري ونحن نعتبر مظلتنا السياسية مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية للشمال السوري والشرق السوري وهي المخولة التي تمثلنا في أي محفل كان ونعتبر ما حصل مؤخرا فيها المنصورة فتنة مخطط لها من جهات لا تريد الخير والاستقرار للشعب السوري ونحن مدينين لهذه القوات التي حررتنا من الإرهاب ونطالب بقبضة حديدية لمحاسبة كل من يعبث بأمن وأستقرار في أي مكان من الأراضي التي حررت بدماء أبناؤنا وشهداؤنا الرحمة لشهداؤنا والشفاء العاجل لجرحاننا 26 واحد 2019 وجهاء وشيوخ محافظة الرقاء واريبوح شكرا 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 شكرا